خلينا نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر نبتدي على طول جولتنا في شارع رمسيس اللي احنا شايفينه حيبتدي يشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي هتكمل معنا لغاية مدان العباسية واللي بتشهد كثافة نسبية بسيطة هنفضل ماشيين وحنكمل لغاية تقاطع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات بسيطة غير مؤثرة وحنكمل ونوصل لغاية كبري الجلاء وهناك هنلاقي سيولة مرورية هتكمل معنا لغاية طريق العروبة لو بصينا عند كبري المطار هنلاقي كثافات نسبية لكن مش هتكون مؤثرة هتبتدي تختفي وإحنا دخلين على طريق المطار وحتزهر كثافات تانية في أعلى الطريق الدائري عند منطقة السلام وداخل النفق لللي جاي من الأقاليم القاهرة عبر الطريق الزراعي وكمان المتجه للمنيب وفي طريقه كمان للأوتوستراد حيلاقي وكمان لو بص على الاتجاه العكسي اللي جاي من المعادي كل ده حيلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة لو بصينا عند التجمع الخامس ولو المتجه من التجمع الخامس للبساتين وزهراء المعادي حنلاقي برضو إن فيه كثافات مرورية بسيطة حنلاقي إن نفق الأزهر ابتدى يبقى فيه ظهور للطباطق عند حركة المرور اللي جاي من صراح سالم لمدان الأبرا والعكس وبرضو الكثافات اللي حنلاقيها أعلى عند كبري أكتوبر لو بصينا من أول رمسيس والغاية جاء غمرة وحيكمل لمدينة ناصر وكل ده حنلاقي فيه بعض الكثافات لو بصينا بالاتجاه العكسي من القاهرة واتجاه الجيزة برضو حنلاقي بعض الكثافات المتحركة في المسطح الأرضي ولما بنوصل لرمسيس ولو خدنا بقى شارع رمسيس نفسه وكملنا لغاية غمرة ومطالع ومنازل كبري أكتوبر لغاية أحمد سعيد كل دي فيها كثافات ولكن غير مؤثرة خلينا نشوف الجيزة ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة إحنا عارفين إن فيه خلق غلق جزئي للدائري الأوساطي لإصلاح بعض الفواصل أعلى عدد من المحاور وده حيبقى مستمر معانا لغاية شهر قدام هنشوف برضو الطريق الدائري اللي جاي من أكتوبر إحنا عارفين إنه لسه مغلق كليا في منطقة القوس الغربي في المريوتية ومع غلق مطلع الدائري من طريق الإسكندرية الصحراوي اللي جاي من الإسكندرية في اتجاه مدان الرماية وطبعا إحنا عارفين إن ده ضمن مشروع كبير هو تطوير الطريق الدائري وفيه بالفعل تحويل للحركة المرورية للطريق الدائري اللي جاي من طريق الوحاة في اتجاه أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي وقتها بننصح أو ما عندناش حلول كتير غير إن احنا ناخد نفق حازم حسن ومنه ناخد لطريق الإسكندرية الصحراوي ونستخدم محور 26 يوليو أو محور رود الفرج أو الطريق السياحي بديل عن الطريق الدائري وده طبعا علشان التحويلات عملت كتفات مرورية إضافية على محور 26 يوليو للي جاي من 6 أكتوبر عايزة بس أكد إن احنا ناخد بالنا من إن احنا عارفين إن فيه غلق جزئي لمدان سفينكس بسبب إنشاء محور جديد وربطه بالطريق الدائري من خلال شارع أحمد عرام ده طبب التبعية حيأثر على شارع جامعة الدول حنلاقي فيه بالفعل هنا عندنا بعض الكتفات أما بقى المتجه لأكتوبر حنلاقي فيه سيولة مرورية ولو بصينا بقى وروحنا عند شارع الهرم حنلاقي الكتفات اللي احنا متعودين إنها موجودة بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب إنشاء خط المترو الرابع والكتفات دي حتزيد مع ساعات الظروة وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي احنا عارفين إن حيبقى فيه تباطق في الحركة بسبب الغلق في التقاطع عند المريطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية وإحنا عارفين إن في المنطقة دي بيتم إنشاء خمس محطات مترو ألف وفيه الزام للسائقين بالتوجه للطرق البديلة خلينا نبص عند منطقة مشعل إحنا شايفين إن فيه كتفات ابتدت تظهر وكتفات من شارع العشرين والغاية الطلبية وكتفات للمتاجه الكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة التوابق والغاية العشرين وحنلاقي كتفات تانية ظهرت عند شارع السودان والغاية كامعة القاهرة وصولا لمدان النهضة ومناطق بولاء وصفت اللبن لو بصينا بقى على محور صفت اللبن هنلاقي فيه الكتفات المرورية هتزيد في الاتجاه لشارع جامعة القاهرة وكمان هنلاقي عند المحور للمتاجه التائري وصولا لشارع السودان هنلاقي كتفات متحركة بننصح إن عندنا طريق بديل هو أحمد عرابي وكمان كبري عباس والجامعة والجيزة كل دول هنلاقي فيهم بعض الكتفات وبالذات المنطقة المحيطة بمدان النهضة والغاية ما بنوصل لإشارة بين السريات وشارع النيل السياحي خلينا نروح كمان لمحافظة السود ونبتدي فيها جولتنا من عند مستشفى الجامعة من عند مستشفى الجامعة احنا شايفين سيولة مرورية هتكمل معانا لغاية الجامعة وهناك هنلاقي كتفات طبعا هتبتدي تظهر وهتكمل لغاية شارع المعلمين وهتقل بشكل كبير لغاية ما بتوصل للطريق الدائري في المحافظة لو بصنا بقى على الطرق الخارجية طريق السود الغربي هنلاقي سيولة مرورية وما فيش اي مشاكل وطريق المنية السود برضو في سيولة مرورية وما عندناش اي مشاكل نتحول ونروح للإسماعيلية وتحديدا مدان أحمد جويلي وهناك هنلاقي كتفات هتظهر لكن الكتفات دي غير مؤسرة على الإطلاق نكمل ونروح لغاية شارع أمو كثوم احنا شايفين سيولة مرورية متحركة لغاية ما بنوصل لطريق الإسماعيلية الزأزيق هو كمان في سيولة مرورية كبيرة جدا وما عندناش مشاكل خلينا نبتدي بقى الطريق من عند مبنى ديوان عامق المحافظة وهناك ناخد طريق عثمان أحمد عثمان زي ما احنا شايفين في سيولة مرورية كبيرة جدا مكملة معنا لغاية بداية شارع 6 ومن عند الشارع بتبتدي تظهر كتفات بسيطة متحركة هتقل وتختفي لغاية ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض لو بصينا على طريق أحمد أبو زيد هناك في سيولة مرورية مكملة لغاية طريق الإسماعيلية الزراعي وحنفضل ماشين لغاية المنطقة الصناعية وهناك حنلاقي بعض الكتفات المرورية المتحركة غير المؤثرة على الإطلاق على حركة المرور إن شاء الله يكون يوم مروري ما فيهوش أي مشاكل في كل المحافظات وفي كل الأماكن نروح على طول لبسانت والمصطفى ونبتدي معاهم فقراتنا في صباح الخير وأخبارنا تفضل شكراً يا كاملنا